ولتصليط الضوء أكثر على ثورة تشرين وآخر مستجداتها لسيما ما جرى في بغداد يوم أمس معنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب دكتور فالح مرحبا بك معنا مرحبا بكم دكتور فالح أكثر من 150 جريحاً 50 شهيداً سقطوا أيضاً يوم أمس بهذا الهجوم في ساحة الخلاني وكذلك مرآب السنق يعني ما هي الرسائل المتضمنة من هذا الهجوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني نعزي أنفسنا جميعاً نعزي الشعب العراقي بهذه الجريمة المروعة الرسائل كثيرة رسائل عديدة كثيرة لكن بالنسبة لنا يعني نرى شيء مهم جداً نقوله قبل أن نتكلم في رسائل العدو التي وردت من العدو هذا يؤكد ما جرى أمس يؤكد أن هناك قتل من جانب واحد هذا يؤكد سلمية الثورة هذا يؤكد أن الثوار سلميون وأنهم يعني لحد الآن يتمسكون ويعتصمون بسلميتهم ما جرى أمس هو قتل من طرف واحد رأينا الأفلام رأينا الصور كيف كان الثوار يتلقون هذه الرصاصات الغادرة هذا القتل المجاني الفضيع بالجملة من طرف واحد فكل من يقول عن الاندساس لأنه بعض الوكالات العربية للأسف بدون حياء نقلت الخبر أمس وقالت مواجهات تجري مواجهات أين المواجهات؟ رأينا أنه جهة معينة قتلت ثم انسحبت بدم بارد وانسحبت بكل الترتيبات اللوجستية من قبل ما يسمى الدولة لماذا يستمرون بقتل المتظاهرين وهم متظاهرون سلميون لا يحملون سلاحا هل يرادوا من ذلك جر الناس وجر المتظاهرين لأن تكون هذه الثورة مسلحة يعني ما يقتل أرقام فضيعة كل يوم يقومون بقتل هؤلاء المتظاهرين وهم سلميون يعني من جانبهم يريدون جرهم بالضبط إلى رجوة فعل غير محسوبة قد تكون مبرر لهم لارتكاب جرائم أكبر بالدبابات بالطائرات بكل أنواع طبعا دائما يبشروننا بثورة سورية يبشروننا بالمصير السوري دائما لكن غير هذا كله هم لا يملكون حقيقة إلا هذا القمع لا يملكون إلا هذه الأدوات المميتة لأنه عرشهم أصبح مهدد هذا النظام قد تفكك تماما لم يعد لهذا النظام أبدا يعني أركانه اهتزت تخلخلت يعني أنت تتحدث عن زلزال قوي ضرب بنيان وهذا البنيان الآن يعني لا ينصح أحد أن يسكن فيه فبالتالي هذا البنيان مهدم وأركانه مهدمة ويعني لا ينتظر إلا لحظة السقوط وبالتالي هم يحاولون كسب الوقت من أجل وقد الثورة حتى يتمكنوا من تخليص الحظة هناك إدانات دولية كبيرة ضد ما ترتكبه الميليشيات من عمليات قتل ضد المتظاهرين السلميين هناك تضييق على الحكومة في العراق وعلى ميليشياتها وعلى سلطة الأحزاب كما هو يعني ملاحظ يعني الآن زيارة سليماني للعراق جاءت هذا عمليات القتل في ساحة الخلاني متزامنة مع زيارة سليماني للعراق أتراه مثلا يعني جاء بمخطط من سليماني باجتماع مع قارة الأحزاب ربما تم التهيئة والتخطيط لتنفيذ هذه المجزرة نعم طبعا سليماني دائما يأتي لكن في الفترة الأخيرة زياراته أصبحت كثيرة جدا حسب خطورة الموقف هو الحال الآن يدير المشهد تماما في العراق أنا قرأت قبل قليل أنه الآن هو موجود اليوم مثلا كان موجود في ديالة في معسكر أشرف بالذات اللي كان سابقا هكذا يسمى واجتمع بعدد من الميليشيات وتم تزويدهم بوسائل معينة وإدخالهم للتظاهرات هذه العملية ستستمر عملية سفك الدماء عملية قتل المتظاهرين ستستمر حتى يعني طبعا هم يريدون قمع ووئد هذه الثورة الأمر أصبح الآن منتهي يعني هذا الأمر أصبح الآن ميؤوس مننا ميؤوس مننا وئد هذه الثورة رأينا أمس كيف كان شعور وردة فعل المتظاهرين الثوار كيف كان ردة فعلهم يعني في وسط الرصاص الذي كان ووسط القتل بالجملة كانوا ينادون ويهتفون بالروح بالدم نفذيك يا إراق الأمر تعدى قضية حاجز الخوف انتهى هذا يعني أكيد أصبح شيء مؤكد عدد الشهداء ونوعية الشهداء لم تعد على مفارقة يعني ليس مهما يطلع الأخ يقتل أخوه ويطلع مرة ثانية وكذا فبالتالي هذه كلها محاولات عابثة لكن بالإشارة إلى قضية المنظمات الدولية نحن نرجو نحن نأمل نحن نتفائل ولكن الحقيقة حتى الآن النظام الدموي في العراق متروك ليست هناك ضغوط حقيقية على هذا النظام من أجل وقفة تحده لأنه هذا النظام الآن يعربط يسرح ويمرح يعني اختلى واعتزل بشعب العراق المسالم قد تقتيلا وتدميرا لكن رد الفعل العالمي حتى الآن ليس بالرد المناسب حتى الرد الأمريكي هو ليس رد مناسب وقد لا أعتبره كتحليل شخصي لا أعتبره متوافق مع ما يجري الآن البعض يرى من خلال ما يتابعه في مسيرة ثورة نشرين أن ما جرى هو عبارة عن تكتيك ربما خطط له بسحب القوات الأمنية ومن ثم إدخال مسلحين مع إطفاء الأنوار ليتم قتلهم بالسلاح الأبيض وكذلك بالأسلحة الخفيفة وإيضا لا تتهاون بالقتل حتى بأسلحة متوسطة كما لوحظ وبالتالي يتم استدعاء القوات الأمنية مرة أخرى بدعوة حماية المتظاهرين من أجل الالتفاف حول الثورة وبالتالي اعتقال ما يمكن اعتقاله من الثوار وبالتالي وعد هذه الثورة قدر المستطاعة البعض يرى ويذهب بهذا الاتجاه إلى أي مدى تتفق أن هذه الخطة ربما موجودة يعني نؤكد على أنه كل هذا اللي تفضلت به وكل الذين يرون هذه الرؤية هذه حقيقة ليست نظرية مؤامرة ما يجري اليوم هو عبارة عن يعني لنكن واقعيين ليس في العراق دولة هناك ميليشيات هناك إصابات جهزت أسست لمثل هذا اليوم دائما نقول ليس في العراق دولة لا يوجد في العراق سياسة السياسة ماتت في العراق الدولة دمرت في العراق من يوم 9 نيسان 9 نيسان عندما دخل الاحتلال الأمريكي هدم الدولة العراقية حل الجيش العراقي لماذا تم حل الجيش العراقي؟ كل الناس من أمس يسألون أين الجيش؟ أين الجيش؟ أنا رأيت أحد المتظاهرين يقول أنتم أصحاب الرتب انزعوا الرتب اخلعوها إذا لم تكونوا قادرين على حمايتنا اخلعوا هذه الرتب اذهبوا إلى بيوتكم الأمريكان عندما حلوا الجيش العراقي أرادوا تشكيل قوة قمع داخلية شرطة داخلية بهدف قمع الناس وهذا ما تحقق اليوم اليوم ما نرى لا يوجد جيش إذا وجد هذا الجيش وهو اسم يعني مجرد اسم وهو مجرد من السلاح ومجرد من أي شيء هذه الحقيقة هي الحقيقة المؤلمة ولكنها الحقيقة التي أخذناها من الاحتلال الاحتلال الأمريكي عندما حل الجيش أنشأ قوة قمع داخلية فقط وهو أكد هذا الموضوع هو قال قوة داخلية الشأن الداخلي وما نرى اليوم هو هذا لكن حتى هذه القوة الداخلية التي يفترض أن تكون قوة شرطة مثلا حتى هذه اتهت لصالح ميليشي تم تأسيسها من أجل مهمة معينة هي القضاء على الدولة العراقية والشعب العراقي ويعني وقد أي إمكانية لعودة الدولة من جديد على ذكر ردود الفعل الدولية تجاه هذه الجرائم ضد المتظاهرين الاتحاد الأوروبي وصف هذه الجرائم بأنها جرائم قتل مروعة ضد الإنسانية وكذلك الأمم المتحدة دانت هذه الجرائم واشنطن تقول إنها مروعة هذه عمليات القتل ضد المتظاهرين بشعة ومروعة هي التي أنشأت هذه القوات الداخلية مثل ما تفضلتم ولكن بعد هذا الوصف لهذه الجرائم على الأرض هل من خطوة متوقعة للولايات المتحدة ربما تتخذ لوضع حد لهذه المجازر أم أنها ستبقى فقط بهذه التوصفات يعني للأسف الشديد للولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن حتى هذه اللحظة تتعامل مع الملف العراقي من وجهة النظر تعاملها مع إيران يعني هي لا تتعامل مع العراق كعراق كدولة وشعب وطموح لأنها هي التي أسست لهذا الوضع ولكن هي كل ما يهمها في العراق أين تكون إيران ما مستوى نفوذ إيران ما وضع إيران داخل العراق للأسف الشديد فما يشغل الولايات المتحدة الأمريكية هو منسوب منسوب ما يسمى الخطر الإيراني منسوب التهديد الإيراني منسوب السيطرة الإيرانية داخل العراق لكن لا يعنيها بشيء أبدا ما هي طموحات الشعب العراقي تطلعاتها وبالتالي هي الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالكامل مع ثورة عراقية تهدم ما أسس الاحتلال اللي هو نظام المحاصصة نظام العملية السياسية والذي هو مطلب الثوار لكنها مع تقليم أضافر إيران وبالتالي نحن نتحدث عن لعبة خبيثة بين مستويين من الصراع مستوى يتحدث يعني يراقب إيران الولايات المتحدة تراقب إيران ولكنها في نفس الوقت تراقب الثورة ولا تريد هذه الثورة أن تقتل جذور نظام أقامته عام 2003 نعم نشكرك شكرا جزيلا دكتور فالح الخطاب ضيفنا في اليستوريا شكرا لك مرحبا شكرا لك شكرا